أمر ملكي الرقم ألف تقسيم مائة وخمسة واربعين التاريخ الأول من الشهر الثالث من عام 1442 للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن من عام 1413 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم ألف تقسيم واحد وتسعين بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة وتعديلاته وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ألف تقسيم عشر بتاريخ الثامن عشر من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي ذي الرقم ألف تقسيم أربعة عشر بتاريخ الثالث من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة أمرنا بما هو آت أولاً يعين الدكتور مشعل بن فهم بن محمد سلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير ثانياً تعين الدكتور حنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة ثالثاً يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه الإمضاء سلمان بن عبد العزيز آل سعود